وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ خلي بالك أي يعني ما تدخل بيتك أي مكان أقول بسم الله ما شاء الله ليه أنا ما تستكسريه حتى للآخرين برجو حتى لو جبت حاجة لا تستكسر النعم أو لا تنسب النعمة إلى نفسي تمام أنا حد هنا أنا هقول بسم الله ما شاء الله وعلم ولدي وعلم كل اللي عرفه اللي قدامي بقى وهو جاي يحسدني وما قالش بسم الله ما شاء الله وانا بحسد مثلا يعني الأول خليتها دابير احترازية اتفضل قبل أن يقول بعينيه في الشيء اللي انت خيفا يحسدك لقدر الله إذا كان الأولاد أجهزة أساس منصب مال إلى آخره تمام بحضرتك هنا بقى بسرعة كده هتقرأ إيه المعوزتين بس إيه بقى شوف يا مدام عبير اتفضل هتقرأها بإيه بإيه باليقين مش إنك تجرب ربنا يعني أقرأ بقلبي وفكري ويقيني واغتناعي بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاقة من شر ما خلاقة ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن طيب ده حضرتك أقوله دايما أو كلنا نقوله وإحنا طلعين من بيوتنا وإحنا جايبين حاجة جديدة وإحنا داخل علينا أي حد أيا كان بس من غير ما نجرح الإحساس لا 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 إحنا بنقولها بالنفسنا يعني زي ما ربنا علمنا برضو صورة الكهف إيه ولي تلطف لا لا أصح من أقشى حسده وأقرأها لا ما نعيز أقوله حضرت حاجة أنا حتى لو مشي في مكان والناس دي كلها أغراب مسافرة بره فأنا ممكن وارد من وسط الناس اللي متعرفنيش حتى دي عجب بحاجة عندي نعم فأنا هقولها يبقى دي على السنة كل يوم صبح وظهر وليل نقول المعوذاتين والأسكار وما شاء الله لقوة إلا بالله ده دي على طول ولا تنسب النعمة لنفسك يعني الآزقرون إيه أنه لم يرد النعمة إلى الله تعالى ولكن أليه إنما أوتيته على علم عندي أما المؤمن المسلم فيرد النعمة إلى الله يقول ما شاء الله لقوة إلا بالله هو الذي أعطاني العقار هو الذي أعطاني الجهاز هو الذي أعطاني المال هو الذي أعطاني النعمة هو الذي أعطاني الولد إلى آخره يبقى هنا إذا رددنا وده الواق الأصل النعمة إلى الله عز وجل حفظنا الله حفظنا الله تمام حلوة أوي كده أنا معرفش المعلومة دي أو نسيت أقول الأسقار أو أقول القرآن أو أقول أي حاجة ونزلت الشارع وتقابلت بواحدة حسودة وحسدتني وحصل اللي حصل أو لأي سبب حسدت حاجة عندي من غير مقصود زي اللي حصلت أخوها أو ابنها أو اللي دي في حياتنا كتير نعم هل في حل أو في طريقة أرد بيها الحسد ده أو أشيله ويرجع الحل زي ما كان هو حصل في عهد السيد النبي عليه الصلاة والسلام أن كان فيه صحابي عفوا كان زمان يستحمون أو يحتسلون أنا كنت أسأل حضرك في موضوع الوضوء ده في البئر أهو ده فالرجل كان يعني أبيض البشرة على خلاف معظم العرب تمام فواحد بيقول ما وجدته يعني جلد دشرة مخبأة يعني فتاة أو امرأة مخبأة قليل أن تخرج من جلد هذا الرجل فرابط في مكانه وقع لا يعني جسمه جمد أي وقع مكانه وبحثين راحوا للرسال السلام فالرسول عنه في الرجل أولا غيرة علي يعني قال هل إذا رأيت يعني أخاك أو صاحبك قل ما شاء الله لقوة إليه بالله توضأ له بس كان زمان الناس يقفون عند الشرع بالزبط لو جيت الآن بقى تقوله لتوضأ ليقولك ليه ولا عيني سفرة ولا حفر لكن زمان بقى كانوا عارفين حدود الله فلما الرسال السلام قال لمن حسد أخاه ارجع فتوضأ لأخيك طيب نحن مش هنعرف نعمل داد الوقت مهنا معلش أنا قادة في حد عيد قدامي رح يتددني عين حصل لي أي حيك ما نشوه الله تعالي توضي انت حسدين ده احنا ممكن نحط القتيل